جيف بالك في مرة انه انت راجل الوقتي يعني مكسر الدنيا في فكرة التحليل رائع جد جيف بالك انه لأ انا بقى هسيب شوية الكرسي بتاع التحليل انزل اضرب ولا مش من اهتماماتك دلوقتي مش حكيت مش من اهتماماتي بس هي الموضوع انا شايفه صعب في حاجات كتيرة اولها انه المستويات اللي انت هتمرنها مش نفس الفكر اللي في دماغك فبقى بقى متدايق يعني اه اللي هو المستويات اللعيبة والمواهب انا عايزة احط فكرة معينة مش هتعرف ترجمها هو غزبا عنه يعني مش حاجة انا عايزة افرد عليه حاجة هو مش متقبلها مش هيقدر اتقبلها وامكانياته ما تجيبهاش بالزبط كنت يعني شايف انه ممكن ابقى في قطاع الناشئين الموضوع يبقى اسهل شوية ان انت بتاخد الولاد من يعني من سن صغير تقدر ان انت تعمل الشغل ده بس طبعا محدش بيديك فرصة ان انت تعمل نادي الزمالك قعدت فترة وعملنا شغل كويس وبعد كده يعني في ناس بتيجي بقى بتبوز كل اللي انت بتعمله فخلاص السلام عليكم اه يعني بس انت قولت الحياة اللي مهمة جدا واحد زيك راجل نجم كبير واحد من اهم النجوم اللي جمف في تاريخ نازل الزمالك في ناس تيه تقولك يا لأ يا نجم كبير انا مش هضرب تحت انا عايز اخش في جهاز فاني الفريل الاول انت بتقولي لأ انا حابب اكتر ان انا اشتغل في الحنة دي عشان ابدأ اشتغل معهم بالاساس بزبط في ناس تقولك لأ انا اه في ناس يعني ما عندهاش المقدرة دي وناس واغداها في حتة انه اللي متشاف اكتر هو مين فريل اول فريل اول النتائجه اكتر الفلوس اكتر التصييط اكتر لا ويحسوها كمان انه تقليل تقليل منه ممكن اللي هو انا لو اشتغلتها في شريق فريق فرق الشباب بقى انا كده بقيت بزبط ممكن الناس بتخدها انه تقليل انما لما انا كنت مدير القطاع الناشئين كله مدير الفني بتاع القطاع لا كان فيه حاجات المفروض ان هي بعملها اساسيات فيه حاجات تخصصية للفراودة وللمدفعين وفي كل تمرينة كان لازم يبقى فيه حاجات معينة لازم تتعمل فكنا ماشيين كويس في الفترة الاولانية وبعد كده يعني النادي جيه المجلس الجديد اختاروا ناس تانية فريعا ربنا وفاهم طبعا